وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التي تعزز من العمل المناخي والتعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج نجاحة للبناء عليها إقليميا ودوليا بالتوافق مع أهداف مصر تجاه قضية تغير المناخ جاء ذلك خلال اللقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض جهود حجد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بقضية تغير المناخ ومسار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في إطار المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخية كما استعرض الاجتماع التحضيرات النهائية الخاصة بانعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي والمقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة سبتمبر المقبل وكذلك إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي يهدف لتحقيق التكامل بين رسم السياسات والإجراءات الفعلية المطلوب اتخاذها من قبل كافة الأطراف الضالعين في قضايا المناخ خاصة الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار